المرأة البحرينية وتسجل نجاحات بارزة في مختلف المجالات إنجازات المرأة البحرينية حاضرة في قلب تاريخ البحرين وبلغت ذروتها مع صدور ميثاق العمل الوطني حيث تضمن تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ست سيدات بحرينيات وبلغت نسبة تصويت النساء على الميثاق 49% من إجمال المشاركين في الاستفتاء التاريخي ميثاق العمل الوطني الذي جاء بإرادة ملكية سامية وأجمع عليه شعب مملكة البحرين أسهم في تمكين المرأة البحرينية وانهضتها وتحقيقها للعديد من المنجزات والمكتسبات ففي 22 من أغسطس عام 2001 وبعد أشهر قليلة من التصويت على الميثاق جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة العاهل المعظم فمنذ تاريخ إنشائه إلى يومنا هذا حقق المجلس الكثير للمرأة البحرينية في مختلف المجالات الحياتية ليحقق تطلعات ميثاق العمل الوطني الذي حدد الملامح الرئيسية لدور المرأة ووضع اللبنات الأولى التي جعلتها تنطلق إلى فضاءات واسعة من العمل والإنجاز التي جعلت المرأة البحرينية شريكا أساسيا في عملية التنمية لمملكة البحرين كما عزز ميثاق العمل الوطني حقوق المرأة البحرينية من خلال عدد من المبادئ والقيم التي كفلت للمرأة المثاوات والعدالة وتكافؤ الفرص وثاهم بشكل كبير في مساندة المرأة وإسراع وتيرة تمكينها ونهوضها حتى وصلت المرأة البحرينية إلى ما هي عليه الآن وأصبحت النموذجا يحتذا به في المنطقة العربية بل والعالم أجمع